موسيقى فازت القائمة العلمية في انتخابات جمعية كلية العلوم والقائمة المستقلة في كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة والبترول حيث بدأت اليوم انتخابات الجمعيات العلمية في جامعة الكويت للعام الجامعي 2016-2017 ميلادي وذلك في كلية العلوم الإدارية في الشويخ وكلية العلوم وكلية الهندسة والبترول في الخالدية القبس الإلكتروني تجولت في هذه الكليات ورصدت الجو الانتخابي فيها طبعا نعلن نتيجة شبه ناعية ومؤكدة عن فوز القائمة المستقلة بعدد 1169 ومبروكين وكل عام أنت بخير والقائمة المعتدلة عن عدد 932 الأقبال في الساعات الأولى كان وايد شديد خصوصا من الدفعات اليديدة 2015 و2016 عملية الاقتراع والانتخاب كانت وايد ميسرة وسهلة وانتظمة وأنا وايد لاحظت من البنات في وعي بكيفية الاقتراع وكيفية شطب الاسم وهذا يدل على وعي طالبات كلية العلوم الإدارية في بعض الشباب أو الطلبة مثلا ممتنعين عن المشاركة طبعا هذا أمر راجع لهم بس احنا بدورنا طبعا ننصحهم أن يشاركون لأن هذه مشاركة شعبية بالنسبة للقوائم ورح يذكرون فيما بعد لو ما يتخرجون يتذكرون أيام الجامعة أو أيام انتخابات والأمور هذه وطبعا للكل متعاون ما شاء الله عليه ما سواء من عمادة شون الطلبة عندنا من العميد والعميد المساعد والشباب أعضاء اللجان معنا وكلية العلوم الإدارية أيضا سيد العميد والجماعة كلنا في الكلية الله خير في قمة التعاون حركة سيابية وهدوء اليوم وطلبهم متجاوبين وما نبدأ ما يكون وتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله موسيقى